أبائي الأجلاء، إخوتي وأخواتي بالرب يسوح نحن وإياكم اليوم بالنهار الثاني من أسبوع الألام والنص يلي أخدناه هو نص زكى العشار يلي معوّدين إنه نسمع هالنص هيدا مرات كتير لكن اليوم سأحاول أن أتأمل أنا وإياكم بهالنص ونحاول أن نأخذ العبرة التي ربنا يريد من خلالها أن يعطينا إياها ست كلمات يستوقفون كلمات يشبهوا بعضهم سأرجع أسألكم إذا حفظتوهم أول كلمة هي اختيار تاني كلمة هي اختبار تالت كلمة هي انكسار رابع كلمة هي انتظار خامس كلمة هي انتصار والسادس كلمة هي اعتبار يعني إذا قلناهم ورا بعضهم بصيروا اختيار اختبار انكسار انتظار انتصار اعتبار ماذا يعني هالكلمات وكيف انا فيي اربطهم بالنص اليوم الاختيار هو اختيار مزدوج الاختيار الاول كان هو اختيار زكا اخذ مبادرة عرف انه يسوع مارئ من هالمحل اختار بملء ارادته انه يمرء حتى يشوف منوي هالشخص هذا والاختيار الثاني هو اختيار الرب يسوع بين الناس كلها سويا اللي كانوا موجودين يسوع ركز على زكا اول شيء لانه وضعه لزكا كان مميز انه معمشق على هالشجرة وعم يطلع عم يطلع على يسوع فاذا الاختيار كان مبادرة اخذ زكا ابلا يسوع المسيح بمبادرة تاني وبمبادرة اكبر هو يريد ان يشوفه ليسوع اما يسوع اجل عنده قال له ما يكفي انك تشوفني انا جاي لعندك اليوم حتى اتغدى انا وياك اختبار زكا بخبرنا لكتاب المقدس انه هالزلمي هذا كان رئيس العشرين يعني في عنده شخصيته في عنده اسمه في عنده اكيد فيه ناس بيحبوه ناس ما بيحبوه لكن هالشخص هذا ما كان انسان عادي فحط حاله قدام اختبار وهالاختبار اللي حط حاله فيه انه يطلع على الشجرة ولما بده يطلع على الشجرة معناته بده يبين للناس انه هو قصير يمكن الناس قبل ما كانوا اخدين بعين الاعتبار كثير اصره لزكا السلم من هو قرر انه يطلع على الشجرة حتى يشوف يسوع حط حاله قدام اختبار اخد مبادرة وبهالمبادرة التي اخذها يسوع حط حاله قدام اختبار اكبر الاختبار الذي حط حاله فيه يسوع انه قال له لزكا انا رايح لعندك انت الخاطئ انت العشار انت الشخص اللي يدله عليك بالصبيع ويقولوا عنك انك تقبط كوميسيون وانك تشتغل للدولة الرومانية انا جاي لعندك لانه انا جاي كرمال الاشخاص الخطأة مش جاي كرمال الاشخاص الاصحاء انكسار فاذا زكا انكسر كبرياء وانكسر معنوياته هالشخص هيدا يلي كان هالقدي مهم حس على حاله انه بده يكسر من حاله حتى بس يشوف يسوع انتظار من بعد هالانكسار يلي عاشوا كان بحالة ترقب وبحالة انتظار وبهالانتظار هيدا يلي كان ناطر كان ناطر بس انه عيونه تتلاقى بعيون يسوع المسيح ما كين بده اكتر من هيك بس كل القصة بيسوع هي قصة عيونه للشاب الغني نظر اليه فاحبه نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء هيدا اللي بقول احمد شوئي يسوع سبقوا فيها بكتير نظر اليه اطلع فيه لزكا العشار مجرد انه اطلع فيه حبه ابتسم له يسوع زكا شايف انه يسوع عم يبتسم له تخيلوا معي المشهد حس انه الدني مش سيعته حس انه الدني مش سيعته نظرة ابتسامة فسلام سلم علي يسوع قال له زكا انزل على عجل فكلام صار في حديث هو وياه قال له انا رايح لعندك فموعد عطال موعد فلقاءه فتم اللقاء هو ويسوع ولما تم اللقاء هو ويسوع هالانكسار يلي كان عم بعيشه هالزلم يتحول لانتصار صار هو المركز الاهتمام قدام الناس كله سوا الناس يلي كانوا عم يطلعوا فيه والناس يلي كانوا عم يشمتوا فيه والناس يلي كانوا شايفينه مدري كيف صار هو محل الانتصار قدامه ولما يسوع بيروح لعنده زكا بيعمل مبادرة مبادرة صغيرة بها المبادرة بيقول انا اذا ظلمت حدا رح اعطيه اضعاف واضعاف يسوع بيقوم بمبادرة اكبر وبها المبادرة هذه بيقول له اليوم هلا بها الساعة نال الخلاص هذا البيت مثل لص اليمين يلي رح نحكي عنه نهار الجمعة لص اليمين قال له الآن اليوم تكون معي بالفردوس فاذا معي يسوع المسيح ما في هلأ بدك تكون انت معي بالفردوس فاذا اذا بدكن هوضي النقاط يلي بيحكي عنه للانجيل اذا أنا بدي طبق هالشغلات هوضي على حياتي انا اللي بدي اقوله انه كل واحد مننا في عنده تمنى انه يتلاقى بيسوع المسيح كل واحد مننا بيتمنى انه يتلاقى بيسوع المسيح يعني هلأ اذا قالونا انه يسوع المسيح في ظهور كليتنا منترك هون ومنحمل حالنا ونروح منروح حتى نشوف الظهور وما مننتبه نحن انه يسوع هو بيناتنا يسوع موجود هو بكل شخص نحن منتلاقى فيه مشان هاي يوحنا بيقول اذا انت بتقول انك بتحب الله يلي ما بتشوفه وبتكره خيك الانسان يلي بتتلاقى فيك اليوم انت كزاب فاذا ان الحضور الاول لالله هو بالانسان الاخر يلي بعيش انا وياه يلي بتلاقي انا وياه يلي مرات كتيري مبطيقه لانه انا مش عارف انه هالشخص هيدا هو يسوع المسيح يسوع المسيح انا بشوفه بكل انسان مريض موجوع متقلم متل ما يسوع تطلع بالاعمى وبالابرس وبالمرى الناس فيه وبالاشخاص اللي كانوا مهمشين هيكي انا شوف سورة يسوع المسيح بهالاشخاص هودة يلي اليوم بيهالفترة الزمنية رغم القلة ورغم الضعف ورغم المشاكل المدية ورغم كل شي نحن لازم نشوف يسوع المسيح بهالاشخاص هودة والشيء الاخير اكيد يلي بدنا نشوف يسوع بدنا نشوف يسوع ببيت الاربان بدنا نشوف يسوع يلي حاضر معنا بالإداس يلي حاضر معنا بالاربان يلي عم بيزودنا يومية وكل مرة نحنا بناخد هالزاد الروحي منحس انه نحنا اقوياء ومنحس انه نحنا صرنا مسحاق اخرين بقلب المجتمع يلي نحنا موجودين فيه لانه نحنا صرنا حاملين يسوع المسيح الى الناس مثل ما انه مريم حملت يسوع المسيح بأحشاء وراحت لعند الي صباط وكانت اول اربان اول بيت اربان كذلك الامر انا لما بحوي يسوع المسيح بقلبي انا بصفي انسان حامل المسيح الى الاخرين يلي يمكن عم بفتشوا عن المسيح او مش ملاقيينه او مضيعينه مشان هيك كل واحد منا بحياتنا في عنده تمني حتى اختم انا وياكم رح خبركم تمني ثلاث شجرات تعبته لا ماشي الحال بخبروا عن ثلاث شجرات بخبروا عن ثلاث شجرات قاعدين حط بعضهم وكل واحدة منهم في عنده حلم قالت اول شجرة للتاني يا انا شو بحلم لما اكبر اتحول لكنز هالكنز هيدا يكون في اهم اهم كنز موجود بالعالم ينحط بقلبي عفوا اتحول لخزني بقلبة ينحط اهم كنز بالعالم قالت الشجرة التاني انا لما اكبر بدي سير باخرة باخرة كتير كبيرة حتى ابرم الدنيا كلها سوا واستقبل الملوك واستقبل العزمة كل الاشخاص الكبار يكونوا موجودين بقلبي وانا روح انا وياهن ونبرم الدنيا كلها سوا قالت الشجرة الثالثة انا لما اكبر بدي ضلني اشمخ علو بالعلو 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 ما بدي انقطع حتى اجمع بين السماء وبين الارض انما شانسون ما كان زابط لانه بالوقت يلي كانوا عم يحلموا تجي ايد الحطاب وبتقطع الشجرات الثلاثة اول شجرة بياخذها الحطاب ما بتكون كتير كبيرة وبيحفرها وبيعملها مزود وبيحطوا بهوني مغارة وبقلب هالمزود هيدا كان يحط الأكل يلي كانوا يجوا الحيوانات يأكلوا فيه وبيوم من الايام بيجي شخصين شخص اسمه يوسف وشخص اسمه مريم مريم كانت حبله ومن بعد مراحته نبشت على كل الاماكن يلي ممكن ان يسكنوا فيها يفوتوا على قلب هالمغارة وبقلب هالمغارة بتولد ابنه يلي اسمه يسوع يلي هو حمان وقيل يلي هو اكبر كنز بالدني كله سوا هو الكنز المفتوح يلي بين عطل الناس كله سوا وهيكي تحقق حلم اول شجرة لما بقلبه نوضع يسوع المسيح اما الشجرة الثاني من بعض ما قطعوا وتطلعوا وشافوها انه مش كتير كبيرة وكون هالشجرة هايدي مش كتير كبيرة قالوا مش رح نقدر انه نعملها باخرة كبيرة رح نعملها زورة وبقلب الزورة هيدا حطوه بقلب الماء وسيقبت انه هالزورة انباع من شخص لشخص حتى بالنهاية وصل لقيت شخص اسمه بطرس وبيوم من الايام كان المعلم يلي هو يسوع المسيح كان موجود وعم يوعز الناس وبيطلع بقلب هالباخرة هايدي او هالزورة الصغير ومن قلب هالزورة هايدي ببلش يوعز الناس ويعلمها وهيكي يتحقق حلم الشجرة الثاني لانه بقلبه استقبلت ملك الملوك وسيد الأسياد رب السماء ورب الأرض يلي هو يسوع المسيح وكلمته انتشرت للدني كلها سوا وشبه كنيسته بقلب باسم الباخرة أما الشجرة الثالثة من بعض ما قطعوها كبوها حديد حد هوني هوني بيت وبيوم من الايام يحكموا على المعلم يسوع لأنه قال أنا ابن الله ولأنه قال أنا بقدر احدهم الهيكل وابنين بثلاثة ايام ولأنه هو اللي عمل أعجيب نهار السبت ولأنه هو شيء في الأحمى ولأنه هو شيء في المكرسح لأنه هو أقام لهاذر غاروا منه الفريسيين وأرروا أنهم يؤذوا عليه ولما حكموا عليه حكموا عليه حكم الموت والموت في هايديك الأيام كان الحكم بالصلب بس كون ما كان في عندهم صليب ومشي يسوع صاروا ينبشوا لقوا هالشجرة هايدي مكبوبة على جنب حط حملوا يها ومشي طريق حتى وصل على طريق الجلجلة وهونيكي على طريق الجلجلة انصلب ملك المجد وقدر أنه يجمع السماء والأرض وتحقق حلم الشجرة الثالثة كل واحد منا اليوم في عنده حلم قبل ما نكفي رحنا نأخذ دقيقة صمت وبهالدقيقة الصمت كل واحد منكم بدوا يحكي هو والله ويقلوا يا رب أنا بشبه زكا أو أنا بشبه شجرة من هالشجرات في عندي حلم والحلم يلي أنا بعرفه أو بدي هو أنت الوحيد اللي بتعرفه مشين هايك يا رب إذا أنت بتريد مشيئتك بتريد أنه حلم يتحقق خلي يتحقق آمين